اشتركوا في القناة خليه يطلع برا تركيزه ودايما مثل هذه الامور لا تحدث الا قبل مباراة البرامدز مثلا حصلت المصري بتحصل اكيد قبل مطش الزمالك في السوبر بتحصل اكيد قبل مطش الزمالك في الدوري هتحصل اكيد قبل مطش سانداونز هتحصل لان هو مش قادر يعمل مع حضرتك حاجة جوه الملعب على فكرة كرة القدم ودايما انا بقول هذا الكلام والكلام ده نتعلمته داخل النادي الاهلي كرة القدم فيها تلات حاجات مكسب وخسارة وتعادل يعني ممكن تلعب مباراة تكسب او تتعادل او تخسر انا هقولها بكل اللغات لو ينفع هقولها بكل اللغات هقولها لحضراتكو بكل اللغات مش لحضراتكو طبعا لبعض من لا يشجع النادي الاهلي فدايما تلاقي قبل المباراة المهمة وبفترة كافية يوم جاي عمل لك ازمة يقول لك فاكري لما قالوا ان الكهرباء تجمد فاكري لما قالوا ان مجدي افشا مش عارف ماله وملعبش ليه طلعوا بره التمنتاشر ليه وبعدين رجعوا تاني مرة تانية قال لك اصل اللعبة الكبار اللي مش عايزة تجدد عقدها ومش عايزين يعودوا مع ايه يا جماعة الكلام كلام ده لا يحدث داخل النادي الاهلي وانك موعيد لفتح الكلام في الوقت اللي يراه لتراه لجنة التخطيط والمشرف على الكرة يتناسب مع المرحلة لكن احنا عندنا لعيبة كبار عندنا لعيبة كبار اللعيبة الكبار كلها كلها هم كبات فريق النادي الاهلي اللعيبة الكبار كابتن شريف اكرامي كابتن حسام عشور كابتن احمد فتحي وبقية اللاعبين او الاربع اللاعبين التلات لعبين دول تحديدا هم كباتن النادي الاهلي عارفين كويس قوي امتى يتكلموا امتى يزعلوا امتى ما يزعلوش عارفين كل حاجة لان هما حياتهم كلها تقريبا داخل النادي الاهلي احمد فتحي بعشر سنين او اثناشر سنة من حياته داخل النادي الاهلي فلما حضرتك تيجي تصدر مشكلة صدر مشكلة صح طيب صدر حاجة حصلت على فكرة مش هنرد ولا هنتكلم لو حاجة حصلت بك ما نتكلمش عنها لانها بتكون حصلت واحنا دائما ما نراعي ان عندنا جمهور واعي ومحترم بيتفرج على قناة النادي الاهلي فعشان كنت